وبالعودة لملف بناء الإنسان وأولويات الجمهورية الجديدة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الكاتب الصحفي إسلام عافيفي أهلاً وسهلاً أستاذ إسلام أهلاً بحضرتك وبالسهد المشاهدين أستاذ إسلام يعني في البداية ما أهم المحاور التي تعمل عليها الدولة في ملف بناء الإنسان تحديداً في هذه المرحلة؟ ما أبرز الأولويات؟ أعتقد أن الدولة كانت حريصة على أن هي أولاً في مرحلة من المراحل كنا نسعى لتثبيت أرقان الدولة استعادة مؤسسات الدولة استعادة الاستقرار والأمن لأنه بدون هذا الاستقرار وبدون هذا الأمن الدولة تكون في مهب الريح ولا يمكن الحديث عن أي مشروعات أو عن أي حالة عمليات تنموية صحيح استثمار أو كذا ده أولاً ثانياً عندما تحدث الرئيس عن بناء الإنسان المصري كانت هناك أولويات مختلفة يعني أولويات متعددة لهذه الاستراتيجية بدأت من أولاً الاهتمام بالتعليم ومنحة أولوية خاصة من حيث تطوير المعلم، تطوير المدارس، تطوير الجامعات تحت الفرصة للتدريب وتحت الفرصة لبيئة تعليمية أفضل وتوفير المدارس يعني بعد حالة من النقص الشديد جداً اللي بتعاني منها مصر على مدار سنوات من نقص الفصول المدرسية والميزانيات المقصصة حتى قد الرئيس أعلن أن التعليم الجامعية ليست كافية ليست يعني كافية بما يتناسب مع طموحها في الدولة لتطوير التعليم والنهوم باعتباره يعني القاطرة التي من خلالها يمكن تحقيق تقدم، تحقيق تطور، تحقيق حالة من التحضر يعني التعليم هو حجر الأساس في بناء الإنسان بشكل عام ثم تأتي مسألة بعد التعليم الصحة وما جرى على مدار سنوات من مبادرات رئيسية لم تشهد مصر حقيقة من قبل متحدث عن فيروسي ومدارة 100 مليون صحة متحدث عن القوائم الانتظار وعمليات الحارجة وهي شديدة التكلفة بالنسبة للمواصمين البساطاء وكذا نحن نتحدث هنا عن أولويات بناء الإنسان، التعليم واصطحة ومجراحة هذه الرؤية الدولة كانت حريصة أيضا رغم ما تعانيه من تحديات كبيرة جدا إنها تقف أو تفتح ملف العدالة الاجتماعية بشكل مختلف وشكل كتير عما كان يتم التعامل معه على مدار سنوات طويلة في هذه المسألة نحن نتحدث هنا عن حياة كريمة هذا المشهور الأبخم في تاريخ مصر لتطوير ريف مصر وقرى مصر و60% من المواطنين المصريين نتحدث عن تكافل وكرامة نتحدث عن أن الدولة كانت حاضرة بقوة في الأزمات الكبيرة التي تعرضت بها لشاهدتها مصر بسبب أزمة كورونا ودعاية الحرب الروسية الأوكرانية الدولة كانت حاضرة وتشاند المصريين في كل المجالات في كل القطاعات بناء الإنسان نحن نتحدث عن أيضا الثقافة والاهتمام بالثقافة وإطلاق مهرجانات آخرها مهرجان للعالمين ودعم المهرجانات السينمائية والحالة الثقافية في مصر كيف يتم الارتقاء بيها وتوفير الدعم المناسب لتوفير بيئة خصبة للإبداع والابتكار في كل المجالات كيف أعطت الدولة أو منحت الدولة شباب مصر فرصة لم يحظى بها الشباب من قبل على مدار عقود طويلة جدا نحن نتحدث هنا عن حضور للشباب في مجلس المواب ومجلس الشيوخ ومساعدين في العمل التنكيزي ومعاونين لوزراء طيب أستاذ إسلام بما أنه بدأت حديثك بالنقطة المتعلقة بالتعليم وطبعا هذه النقطة البارحة كان لها طبعا نصيب الأسد حجم الإنفاق كيف تراه على البنية التحتية خاصة قطاع التعليم بالتزامن مع مكافحة الإرهاب خاصة وأن تكلفة محاربة الإرهاب على مدار السنوات الأخيرة كانت باهضة للغاية كيف تم تحقيق هذه المعادلة؟ لا أبلغ إذا قلت أن ما جرى على أرض مصر على مدار السنوات الماضية من محاربة ومكافحة للإرهاب بهذه القوة ودفعنا ثمنا غاليا جدا من بناء أبناء مصر وشهدائها أكثر من 3000 شهيد وفي نفس الوقت مصر لم تقف عاجزة في مشروعات التنمية في مشروعات الأمران في مشروعات لجودة الحياة وكان يمكن أن يكون محاربة الإرهاب مبررة كافيا وصف نعم أن مصر كلها لا صوت يعلق فوق صوت محاربة الإرهاب لما يكون هذا شعارا على الإصلاف ولكن مصر فتحت كل الملفات في القيادة السياسية كانت لديه الشجاعة والجرأة ورهان على الشعب المصري وعلى وعيه وعلى قدرته على التحمل من أجل الوطن ومن أجل البناء ومن أجل التنمية ومن أجل العمران فخاضت كل المعارك بهذا الشعب العظيم الذي يعني عبر عن رئاسي الرئيس عن تقديره له في أكثر من موضع وفي أكثر من محفظ في الداخل أو في خارج ويعني هناك علاقة خاصة جدا يعني لا أقول جديدا عندما أتحدث عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكثر من حظية بتأييد الشعب سواء عبر صناديق الانتخارات أو عبر أو قبل أن يكون أو قبل ترشحه للرئاسة الجمهورية في 2014 الملايين كانوا يناشدونه ويدغطون لكي يعلن عن ترشحه اليوم قبل غدا وهذه الحالة يعني أعتقد أنها حالة نادرة في التاريخ المصري كله على مدارك يعني من بداية الدولة المصرية الحديثة بعد خور يوليو 52 طيب أستاذ إسلامي يعني طبعا حضرتك بتتابع وسائل الإعلام والصحافة في كل مكان يعني أكيد كيف تقرأ أصداء كل هذه الخطوات التي تمت؟ يعني تحدثنا في هذه المدخلة عن قطع التعليم الصحة الحماية الاجتماعية مبادرة حياة كريمة التي تم تصنفها مؤخرا كأفضل مبادرة الموية في المنطقة كيف بتتابع أصداء كل هذه الخطوات على المستوى العالمي؟ يعني خلينا نقول أن التجربة المصرية على مستوى العدالة الاجتماعية والسعي إلى تحقيق نوع منه لأن العدالة الاجتماعية تؤدي بالكالي إلى حالة من الاستقرار في المجتمع وحالة من الأمان أيضا وحالة من السقة ما بين مؤسسات الدولة وخدارات السياسية وما بين المواطنين وأيضا نحن نتحدث عن أن ما جرى يبعث أيضا على أن الدولة المصرية رغم كل التحديات ورغم كل الصعوبات قادرة على أنها تتجاوز كل هذه التحديات وتصبح في زمن مضى تجربة ملهمة لمصر في العدالة الاجتماعية وفي حياة كريمة تحديدا بشكل أساسي ثم تجربة ملهمة في مكافحة ومجابهة الإرهاب وكان موقف مصر صارما عاسما موقفا واحدا دون مراوغة ودون مهادمة مهما كلف الدولة وهذه ليست يعني هي قناعة القادة السياسية أيضا هي قناعة الشعب المصري وهذا هو رأي الشعب المصري الذي خرج في تلاتين يونيو ينزع عن نفسه وظهر جماعة إرهابية حاولت أن تخصط الوطن من أهله وحاولت أن تطرق وتشتت وتفكك نسيج المجتمع الواحد الذي يعني مثل غز نسيج منذ آلاف السنين ولهول مرة نسمع عن تفكيك مصر واختطاع أراضي من مصر لحساب آخرين والتنازل عنها ويعني كانت بمساءة جرائم وطنية لا يمكن كان يسكت عنها الشعب المصري فالتجربة المصرية في محاربة الإرهاب على مستوى المواجهة على الأرض أيضا المواجهة الفكرية والمواجهة على مستوى الإبداع والثقافة وغيره نحن نحن نحلم لا تنتهي الحرب أو المعركة مع التطرف والأفكار المتطرفة والمتشددة فهي دائما نبدأ أن نكون على وعي بأنهم لا يكلون ولا ينسون أن يحاولوا اختراق المجتمع بأشكال شبتة لكن نحن جميعا على قلب رجل واحد وخلف القيادة السياسية ووطنية نسق فيها جيدا ونسق في إمكانياتها وقدراتها وقيداتها لهذه البلد شكرا جزيلا الكاتب الصحفي إسلام عفيفي على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات